أكد متوقعون جويون قدوم عاصفة ترابية جديدة إلى العراق من الصحراء السورية ستؤثر على مناطق عديدة من نينوى وشمال الأنبار تتجه نحو أربيل وكاركوك وشمال صلاح الدين مساء الأحد هذا وكانت البلاد قد وقعت تحت تأثير عاصفة ترابية اجتاحت الغرب والوسط والجنوب وبعض مدن شمال مساء أمس ونهر اليوم الجمعة وإن دفعت ولم يتبقى منها سوى غبار عالق في الأجواء وتخذت محافظات عدة لأسيما الأنبار وصلاح الدين إجراءات أمنية تحسبا لاستغلال الإرهابيين إن عدم الرؤية جراء العاصفة لشن حجماتهم